توعد الكراملين بإحراق دبابات أبرامز الأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف مؤخراً وقلل الكراملين من تأثير وصول دبابات أبرامز إلى ساحة المعركة مشيراً لأن ذلك الأمر لن يغير ميزان القوى بين الجيشين الروسي والأوكراني وفي وقت سابق كشف الرئيس الأوكراني فولودمير زيرنسكي أن دبابات أبرامز أمريكية الصنع وصلت إلى البلاد وكانت هذه الدبابات للتعمل والطاقة النفافة من أهم متطلبات كييف استماتت أوكرانيا في الحصول عليها ووصلتها بالفعل فما هي دبابة أبرامز؟ ما ميزاتها وخصائصها؟ دبابة أبرامز M1A1 هي دبابة قتال رئيسية طورتها شركة جنرل ديناميكس لاند سيستمز منتصف سبعينيات القرن الماضي ودخلت الخدمة عام 1980 وتتضمن تقنية حديثة لتوفير قوة نيران محسنة وقدرة عالية على الحركة المدفع الرئيسي للدبابة هو مدفع أملس عيار 120 ملي متر يلقى ميادوياً ويمكنه إطلاق الدخيرة على المركبات المدرعة والمشهات والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض كما أن الدبابة مزودة بمدفعين رشاشين الأول عيار 7.62 ملي متر ومدفع رشاش عيار 0.50 ملي متر تشتهر دبابة أبرامز بدرعها الثقيل من اليورانيوم المنضب مغلفاً بالفلاز في الهيكل الأمامي والبرج وهو ما يوفر مستوى عالي من الحماية لطاقمها يبلغ مدى الدبابة 426 كيلو متر وسرعة قصوى تبلغ 67.5 كيلو متر في ساعة أما وزنها فينهز 65 طن شاركت دبابة أبرامز في عدة حروب إقليمية مثل حرب الخليج الثانية وحرب أفغانستان وحرب العراق وتستخدمها الولايات المتحدة والمغرب والسعودية والكويت والعراق ومصر وأستراليا قال وزير الدفاع الروسي سرغي شويغو أن الغرب يدفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي باستمرار مدها بالأسلحة بالعودة إلى الملف الروسي وعن موقف موسكو من وصول ضبابات أبرامز أمريكية إلى أوكرانيا نسأل مراسلتنا في موسكو ديالا الخليل ديالا كيف كان الرد الروسي؟ نعم أهلا زينا يعني الرد الروسي جاء على لسان الناطق باسم الكريملين دميتري بيسكوف الذي أشار إلى أنه لا يوجد أي سلاح بما في ذلك هذه الدبابات أبرامز الأمريكية التي من الممكن أن تغير الميزان القوى في ساحة المعركة وهو أشار إلى أن تصريحات كيف بأنها استلمت الدفعة الأولى من هذه الدبابات إضافة إلى التصريحات الأمريكية بأنها ستوسع دفعة هذه الدبابات إلى الجانب الأوكراني بأن هذا لن يغير جوهر أو نتائج سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما تسميها موسكو وهو أيضا ذكر بما قاله في وقت سابق الرئيس الروسي وديمر بوتين عن الدبابات والأسلحة المصنوعة في بلدان أخرى ليس بالتحديد هذه الدبابات دبابات أبرامز بل حينها بوتين تحدث بأنها ستحترق هذه الدبابات وفي هذا السياق دميتري بيسكوف أشار بأن هذه الدبابات الأمريكية التي وصلت إلى الجانب الأوكراني أيضا سيكون مصيرها الاحتراق إضافة أيضا كان هناك أيضا تصريحات لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الذي أشار إلى أن الخيارات أمام روسيا تتلاشى شيئا فشيئا ولم يتجسد أكثر خيار الصراع المباشر بين روسيا والناتو ومن بين أسباب هذه التصريحات التي تحدث عنها دميتري مدفيديف وأشار إلى أن من بين هذه الأسباب التي جعلته يتحدث بهذا السياق هو حصول الجانب الأوكراني على دبابات أبرامز الأمريكية وكذلك الوعود التي حصل عليها الجانب الأوكراني بالحصول على صواريخ بعيدة المدى كذلك مدفيديف وصف بأن حلف الناتو تحول إلى تكتل فاشي حسب تعبيره لكن بشكل عام الموقف الروسي من جميع الأسلحة الغربية التي تضخ إلى الجانب الأوكراني بما في ذلك هذه الدبابات أبرامز الأمريكية لن يتغير فهي كانت تقول وتؤكد على مدى أشهر طويلة بأن جميع الأسلحة الغربية التي ستكون في يد الجانب الأوكراني ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي كذلك منذ ستة أيام كشفت وسائل إعلام روسية بأن الجيش الروسي بدأ يستخدم في ساحات المعركة مدافع خاصة قادرة على تدمير إن كانت دبابات ليوبارد أو دبابات أبرامز لكن الموقف الروسي لم ولن يتغير حتى اللحظة نعم إذن موازين القوى التي لن تتغير بحسب موسكو هي بسبب إدخالها هذه الأسلحة الجديدة إلى ساحة المعركة ما هي هذه الأسلحة ذكرت مدافع وماذا هناك أيضا ديالا يعني بالعموم هم الآن يتحدثون منذ ستة أيام كما ذكرت منذ قليل عن مدافع التي قادرة على تدمير دبابات إن كان ليوبارد أو أبرامز لكن بشكل عام يعني روسيا تواصل استهداف خلال عمليتها العسكرية كما تسميها موسكو تواصل استهداف جميع الأسلحة التي يحصل عليها الجانب الأوكراني كذلك خلال المعارك هناك عندما يقوم الجيش الأوكراني بحسب الرواية الروسية بإبقاء أو الهروب وترك هذه المعدات الغربية فهذه المعدات يستولى عليها الجيش الروسي وإضافة هناك محللون عسكريون تحدثون بأن عندما تكون هذه المعدات الغربية خاصة الجديدة في يد الجيش الروسي فهناك مختصون يقومون بدراسة هذه المعدات العسكرية ومن بعدها سيكون عند الجانب الروسي والجيش الروسي مفهوم أكثر بكيفية التخلص وتدمير هذه المعدات الغربية المتواجدة في يد القوات الأوكرانية شكرا لك ديال الخليل مراسلة الشرق في موسكو